حكم الآئمة في اليمن حقبة من القهر تجرعها اليمنيون حد الثمالة حتى جاء الفرج في فجر السادس والعشرين من سبتمبر من عام الف وتسعمائة واثنين وستين صباح حمل قيام الجمهورية العربية اليمنية في شمال الوطن لكن كيف قامت الجمهورية؟ ذلك ما سنعرج عليه عبر سرد سلسلة من المحطات التاريخية المهمة التي مهدت للثورة وقيام الجمهورية ففي عام الف وتسعمائة وأحد عشر وقع يحيى حميد الدين اتفاقية مع العثمانيين عرفت بصلح دعان وقد اجتملت بنودها على تقاسم السلطة بين العثمانيين والإمام يحيى لكن موجة الأحداث التي عصفت بالعثمانيين وهزيمتهم في الحرب العالمية الأولى جعلتهم ينسحبون نهائيا في عام الف وتسعمائة وثمانية عشر العام الذي أعلن فيه قيام المملكة المتوكلية اليمنية بعد الانسحاب خالت اليمن لقبضة يحيى حميد الدين الذي أرسى حكمه بالاعتماد على الثالوث الرهيب الفقر والجهل والمرض بالإضافة إلى الاتفاقيات مع الحكومات المجاورة اتجه الإمام يحيى إلى ترسيخ حكمه بحرب خاسرة مع الأدارسة دفعتهم إلى الالتحاق بالدولة السعودية التي وصلت قواتها إلى الحديدة عام الف وتسعمائة واثنين وثلاثين قبل أن تنسحب بناء على معاهدة الطائف التي تخلى فيها الإمام عن أجزاء كبيرة من الأراضي اليمنية ولكي يتفرد بالحكم في الشمال وقع الإمام اتفاقية مع البريطانيين المستعمرين لجنوب اليمن عرفت بمعاهدة الصداقة والتعاون بين اليمن وبريطانيا في العام الف وتسعمائة وأربعة وثلاثين أدخل حكم الإمام يحيى اليمن في عزلة عن العالم وحولها إلى سجن كبير حتى قيل آنذاك أن اليمن سجن العالم تلك التنازلات والقبضة الاستبدادية ولدت احتقاناً كبيراً بدأ بقيام حركات التمرد في العديد من المناطق اليمنية وانتهى بقيام الثورة الدستورية في العام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين التي أطاحت برأس يحيى حميد الدين وبالمناسبة هي أول ثورة دستورية في المحيط العربي لكن تلك الثورة وئدت بعد أقل من شهر وعادت اليمن إلى قفضة إمام جديد أشد قسوة من سابقه وقد استمر في الحكم على دماء ثلاثة من إخوته إنه الإمام أحمد يحيى حميد الدين دشن الإمام أحمد يحيى حقبته بالتنكيل بالثوار ومارس بحقهم الإعدامات وأسوأ أنواع التعديد لكن الثورة كانت قد وجدت طريقها إلى صدور اليمنين المثقلة بالاستبداد فاتسعت حركات المعارضة بزعامة القاضي الزبيري وأحمد محمد النعمان وغيرهم من الثوار مثلت آنذاك عدن والقاهرة الزاخرة حينها بالزخم القومي منصات للمعارضة اليمنية الناشئة التي رفعت شعار الخلاص من الاستبداد وفي سبيل ذلك أصدرت الصحف في عدن وصدحت إذاعة صوت العرب بكفاح اليمنيين وفي إبريل من العام الف وتسعمائة وخمسة وخمسين قاد العقيد أحمد الثلايا ثورة ضد الإمام أحمد لكنها فشلت وانتهت بإعدام الثلايا وما هي إلا سنوات وتحديدا في العام الف وتسعمائة وواحد وستين حتى قاد ثلاثة من الضباط وهم محمد العلفي وعبد الله اللقية ومحسن الهندوانة محاولة اغتيال للإمام في مستشفى بالحديدة لكنه نجى حينها وبعد عام من المرض وتحديدا في التاسع عشر من سبتمبر من العام الف وتسعمائة واثنين وستين توفي الإمام أحمد متأثرا بإصابته السابقة ليتولى نجله البدر الحكم من بعده في الحادي والعشرين من سبتمبر إلا أنه لم يعمر في كرسي الحكم أكثر من أسبوع واحد حتى أشرق فجر الثورة وقامت الجمهورية في السادس والعشرين من سبتمبر وبذلك انتهت حقبة الإمامة الظالمة كانت تلك أبرز المحطات في الطريق إلى سبتمبر وكما هو واضح فقد كانت طريقا مليئة بالعوائق وبالكفاح موسيقى